طيب تعال بقى في موضوع ياسر إبراهيم إيه صابت ياسر؟ ياسر إبراهيم هو أحد أهم المدافعين اللي لم يكن أهمهم دلوقتي في مصر ودلوقتي ياسر إبراهيم أحسن مدافع في النادي الأهلي طيب أحسن مدافع في النادي الأهلي يعتبر أحسن مدافع في مصر نظر لأداء وإمكانياته المميزة كل هذه الأمور واضحة للجميع إصابت ياسر عبارة عن إيه؟ إصابت ياسر عبارة عن شد قوي في العدر الخلفية ما وصلش لمرحلة المزق ما وصلش لمرحلة المزق طيب إحنا النهاردة كم؟ وخلاص كده ياسر هيجيب من أسبوعين لثلاث أسابيع فإن السؤال الأبرز عن جمهور الأهلي هل ياسر هذا اللاعب القيومة الفنية الكبيرة دي حيلحق مباراة الزمالك؟ ولا لا؟ هلا هتكون يوم تمانية مارس إحنا النهاردة كم يا جماعة النهاردة 24 صح؟ آه النهاردة 24 خلي بالك الشهر ده كمان كم يوم؟ إحنا شهر اتنين ده 29 يوم المطش يوم كم؟ يوم تمانية هل تتكلم في كم يوم؟ يوم من 24-29 أدي خمسة وفي 8 يوم تتكلم في كم يوم كده يا جماعة؟ هل تتكلم في 14 يوم؟ 14 يوم هل يلحق من خلالهم ياسر إبراهيم أن يلحق مباراة الزمالك؟ مع وضع في الاعتبار أن الإصابة دي هتاخد تبقى لمعلوماتنا من أسبوعين لثلاث أسابيع أنا بقول لحضرتك أن فرص لحاق ياسر إبراهيم بمباراة الزمالك صعبة جد صعبة جد طبعاً هيكون في محاولات تجهيز اللاعب في برنامج علاجي وبرنامج تأهيلي وكل هذه الأمور لكن في صعوبة شديدة صعوبة شديدة في لحاق ياسر إبراهيم بمباراة الزمالك إلا لو اللاعب قصة حالية تقول اللاعب على الثاني يعني بتختلف لو في استجابة سريعة للعلاك بس أنا بقول لك حتى لو ياسر جاهز مش هيكون فيه مجسفة بالدفع بيه هو خلاص جايب عن مطش البلدية جايب عن مطش يانج أفريكانز بشكل رسم حيث تتبع مطش الزمالك دي أنا بقول لك صعبة جداً أنه يلحق يعني اعتبر أنه مش هيلحق أنا مشوف أن دي ضربة قوية جداً للنادي الأهلي أنه هو أهم مدافع دلوقتي في النادي الأهلي ياسر إبراهيم آه لفترة رفاتك كلها كان محمد عبد المنعم بس محتاج أنه هو يصطفيق شوية على مستوى الأداء هو عنده إمكانيات عظيمة جداً عبد المنعم بصراحة يعني من أفضل مدافعين في مصر وفي أفريقيا مش عغاية الرأي بس شوية اهتمام كلام من ده لحاجات البسيطة دي وحتيجي يعني مع الوقت بالنسبة لحمد عبد المنعم بس ياسر ضربة قوية لنادي الأهلي قبل مباراة الزمالك يوم تمانية مارس المنعم ده بخصوص إصابة ياسر إبراهيم البرنامج العلاجي حتدي بكرة بالتحديد مع استقناف تدريبات النادي الأهلي بعثنا في التدريبات الأهلي استعداداً للمباراة المنجولة أمام بلدات المحل إصابة كريم ندفت لأن كريم ندفت برضو تم استبداله في مرات الأمس وكأحد التبديلات الاضطرارية بالنسبة لنادي الأهلي عبارة عن إجهات خفيف قوي في السمان اللاعب يتكلم مع الجهاز الفني والطبي قال له يا جماعة أنا ما عنديش مشكلة تمام طب يعرضوا يا جماعة طيب دي لقطة مهمة جداً قبل ما تكلم على كريم ندفت دي لقطة اليسر إبراهيم وهو نازل من الطيارة البعثة وصلت النهاردة الفجر الحمد لله على السلامة بانتصار مميز جداً وهام جداً وتأهل رسمي للنادي الأهلي لكن واضح أن ياسر بيعرج فكان بيسنده هؤمام عشور فالماشية والزكة دي بتاعت ياسر تقولك أن ياسر لا لا مش قبل كمان ثلاثة أسابيع مش قبل ثلاثة أسابيع أعرضوها تاني لو ينفع أنت بتتكلم في 14 يوم من دلوقتي لحد مطش الزمالك فبالتالي أوه بص نازل سلمة سلمة فالموضوع إيه لا واضح أن فيه يعني خلي بالك بقى إيه خلي بالك إيه اعتبر أن ياسر خلاص مش موجود في مطش الزمالك زي ما قلت لكم بيني الزكة بيني المدة مش هتسعفه 14 يوم بس دول السابقة بتاخد أسبوعين من أسبوعين لكالاتة فده مش هيسعف خالص ياسر إبراهيم والفيديو ده بيبين أنه هو بره مبارات الزمالك خلاص يعني أعتقد كده أمر حسن اللي إحنا شايفينه ده يؤكد أن اللعب لسه قدامه فترة تعالوا نخش بقى على إصابة أخرى إصابة كريم ندفد زي ما قلت لكم كريم ندفد إصابة بسيطة قوي في السمانة مش وصلة حتى لمرحلة الشد إجهاد خفيف اللعب بلخ الجهاز فني والطبي اللي هو ما جمعنا كويس وفيش أي مشكلة بكرة حيكون فيه فحص طب الندفد وبناء عليها حيتم تحديد مدى إمكانية استدعاء لمبارات الأهل المقبلة أمام بلدية المحلة حيكون موجود أو مش موجود ده اللي هيحدده الجهاز الفني أو الجهاز الطبي قبل الجهاز الفني كمان تحديدا لكي أبقى أطمنكم أن الندفد اللي عمل من وجهة نظري من وجهة نظري أنا شايف أنه هو مبارح عمل مطش حلوة قوي كريم ندفد في الفترة اللي لعبها قدم مبرك وويسة جدا وبداية حقيقية الكريم ندفد عشان يرجع لمستوى اللي كان قبل الإصابة اللي قاعد فيها سنتين دي فألف مليون سلامة على ندفد لعب مهم جدا في وصف الملعب خصوصا في الظل الغيابات اللي موجودة في هذا المركز تحديدا طيب هاني يا جماعة موجود في مطش ينجا أفريكانز عادي عشان برضو ناس سألتني كتير هو هاني واخد ثلاث انظارات لا هو اخد انظارين بس اللي حاب تقول ثلاثة عشان يتوقف فهو اخد انظارين فهاني موجود في مبارات ينجا أفريكانز بالمناسبة مبارات البلدية اللي جاية بمناسبة هاني برضو ممكن تلاقي اللي حيلعب بشكل أساسي في هذه المبارات ربما يعني بنسبة تفوق الخمسين في المية إنه حيكون عمر كمال صفقة الأهلي الجديدة هو لعب الأهلي الأساسي في مركز الظاهرية الأيمن في هذه المبارات لإراحة محمد هاني بعض الشيء أو يعني لإعطاء عمر كمال أجواء المباريات وده التفكير اللي موجود دلوقتي داخل الجهاز الفني في نادي الأهلي إنه يتم الدفع بعمر كمال عبدالواحد كعنصر أساسي في مبارات الأهلي أمام بلدية المبارات هتكون الساعة 7 يوم التلات اللي جاي يعني عايز يدي عمر كمال فياخد حساسات المبارات يريح حاني شوية فيكون عنده الاثنين جاهزين على مطش القمة هذه المبارات مرتقبة أمام نادي الزمال فيه إشادة كبيرة أوي أوي في الجهاز الفني بمستوى عمر السولية في مبارات الأمس يعني مش قادر أقول لكم الجهاز الفني فرحان قد إيه بمرضود عمر السولية في مبارات مبارح لأن عمر السولية في الحقيقة كان بعيد بسبب الإصابات إصابة كانت تجدد مش عايفية كلام من ده أنا حتى قلت لكم خبر ودي معلومة عندنا إن التقرير مش في صالحه والتقرير الطبي بتاع عمر السولية بس مبارح الناس في الجهاز الفني في النادي الأهلي وكل ما طبعين وبتحديد طبعا كمان جمهور النادي الأهلي سعداء جدا بعمر السولية وظهوره من مستوى طيب للغاية أنا بعتبر في وجهة نظري الهدف اللي جابه لأهلي مبارح عن طريق إحساس الشحات هو أساسه عمر السولية اللي عمل كرة وولية لمودست اللي تصرف فيها بشكل كويس ريحها للشحات حطها في الجن جابه للأهلي ثمت نقاط فانت لما تيجي تتكلم عن عمر السولية فهو قيمة فنية غير طبعية في وسط ملعب النادي الأهلي وكمان كان في منتخم مصر عمر السولية من اللعبة اللي عندها الشخصية المميزة في الملعب بخلاف الإمكانيات اللي تقدر تنقلك الكورة لقدام بشكل مميز ينقلك الهجمة بشكل حلو وده حصل كتير أو يمكن أبرز لقطة لعمر السولية هتفضل محفورة في الأزان هي لقطة هدف نهاء القرن بتاع أفشة لعبة السولية طولية فردها بحمود علاء حطها أفشة في الجنف مرمى أبو جابت فهو متخصص في الكورات اللي زي دي وسام في انتصار كتيرة جدا لنادي الأهلي بنفس الشكل وبنفس الطريقة فارتياح كبير قوي داخل الجازل فني وبالتحديد كولر طبعا رأس الجازل فني بمستوى عمر السولية خلال مباراة الأمس بكرة فريق حيتمرن واستعد لمباراة بلدية المحلة كده أنا قلت لكم كل الكواليس اللي موجودة في النادي الأهلي شكرا لكم